الدورة الدموية القلب هو مضخة عضلية تقوم عن طريق الانقباضات المنتظمة بدفع الدم المحمل بالأكسوجين والمواد الأساسية لجميع أعضاء الجسم ينقسم القلب إلى جانبين الجانب العيمن والجانب الأيسر ويفصل بينهما الحواجز القلبية ويتكون القلب من أربع حجرات بحيث يتكون الجزء الأيمن من الأدين الأيمن والبطين الأيمن والجزء الأيسر من الأذين الأيسر والبطين الأيسر كما يوجد في القلب أربع صمامات تتحكم في سرايان الدم بين الأذين والبطين وبين البطين والشرايين الكبرى خارج القلب بحيث يسر الدم باتجاه واحد يعمل الجزء الأيمن والأيسر بتناغم يضخ الجزء الأيمن للقلب الدم الغير مؤكسد إلى الرئتين عن طريق الصمام والشريان الرئوي حيث يتم تزويده بالأكسجين الجزء الأيسر يضخ الدم المحمل بالأكسجين العائدة من الرئتين إلى جميع أجزاء الجسم عن طريق الصمام والشريان الأورطي الدورة الدموية تبدأ بوصول الدم الغير مؤكسد إلى الأذين الأيمن عن طريق الوريدين الأجوف العلوي والأجوف السفلي عندما يمتلئ الأذين العيمن ينقبض ليدفع الدم إلى البطين الأيمن عن طريق الصمام الثلاثي ويسمى بالانقباض الأذيني بعدها ينقبض البطين العيمن ليضخ الدم عبر الصمام الرئوي إلى الرئتين ليتم تزويده بالأكسجين ويسمى بالانقباض البطيني بعدها ينغلق الصمام الرئوي مانعا عودة الدم إلى البطين الأيمن يعود الدم المحمل بالأكسجين عبر الأوردة الرئوية إلى الأذين الأيسر الذي ما إن يمتلئ حتى ينقبض دافعا الدم عبر الصمام الميترالي إلى البطين الأيسر عندما يمتلئ البطين الأيسر بالدم المؤكسد ينغلق الصمام الميترالي مانعا عودة الدم إلى الأذين الأيسر بعدها يبدأ البطين الأيسر بالانقباض ويفتح الصمام الأورطي ليضخ الدم إلى الشريان الأورطي ومنه إلى جميع أجزاء الجسم ثم ينغلق الصمام الأورطي مانعا عودة الدم إلى البطين الأيسر وتتكرر هذه الدورة بشكل منتظم وتسمى بالدورة الدموية اشتركوا في القناة